بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين معاكم الأستاذ منصور الغانم بدرسكم إن شاء الله مادة 011 عال أو مقدمة إلى الحاسب الآلي راح نستكمل اللي توقفنا عنده يا شباب بس قبل ما أكمل راح أسوي مراجعة سريعة على الأشياء اللي أخذناها فقلنا الحاسب الآلي هو عبارة عن جهاز إلكتروني قابل للبرمجة يستقبل البيانات ويجري عليها عمليات ثم يعطينا مخرجات المخرجات هذه قد تعرض على الشاشة أو قد ترسل عن طريق الشبكة أو قد يتم تخزينها على مخازن البيانات في الجهاز ثم تكلمنا عن البيانات والمعلومات وقلنا البيانات هي شيء ما تم معالجته وتسمى الحقائق الخام والمعلومات هي نفس البيانات بس تم عليها المعالجة إلى شكل ذو معنى بعد ذلك تكلمنا عن أجيال الحاسب الآلي وقلنا عندنا طبعا تاريخ الحاسب الآلي فأول شيء كان الحاسب عبارة عن جهاز ميكانيكي ثم بعد ذلك في الأجيال الأخرى تحول إلى جهاز كهربائي يولد طاقة فالجل الأول أستخدم الصمامات المفرغة ثم بعد ذلك الترانزيستر ثم بعد ذلك دوائر متكاملة وكل دائرة تحتوي على مجموعة من الترانزيستر إلى أن وصلوا إلى مرحلة صار المعالج فيها صغير جدا وآداء أفضل من السابقات فهنا في الأجيال هذه كل مرة جيل جديد يتم تصغير المعالج يتم تصغير المعالج ثم بعد ذلك تكلمنا عن الكيان المادي العتادي والكيان البرمجي والمادي العتادي نقصد به الأجزاء الملموسة كالفارة ولوحة المفاتيح وما إلى ذلك والكيان البرمجي مثل برمجيات النظام وكذلك البرمجيات التطبيقية وبرمجيات النظام هي البرامج التي تشغل النظام مثل المايكروسوفت ويندوز والماكنتوش لشركة أبل واللينيكس هذه أنظمة تتحدث مباشرة مع الكيان العتادي أو الهاردوير أو المعدات لإجراء مهمة معينة أما البرمجيات التطبيقية فهي تقوم بمهام معينة مثل برامج معالجة النصوص ومعالجة الصور والفيديو والأصوات كذلك تكلمنا عن مستخدمين الحاسب فقلنا عندنا نوعين مستخدم يستخدم لحياة يومية والمستخدمين الآخرين هم أكثر احترافية بحيث يحللون النظام ويبرمجون وما إلى ذلك وقلنا في أنواع رئيسية للحاسب الآلي فعندنا الحواسيب المضمنة أو المضمنة وهي مثل أي برنامج يشغل أي جهاز إلكتروني مثلا الغسالة التلفزيون هذه كلها تعتبر حواسيب أو تشغل عن طريق حواسيب مضمنة كذلك أجهزة الجوال وعندنا الحواسيب الشخصية والحواسيب المحمولة ثم بعد ذلك المركزية العملاقة وعندنا حاسب عملاق موجود في جامعة الملك عبد الله من الحواسيب الجدا مهمة ويتم معالجة نماذج عليه لا يستطيع الحاسب العادي معالجتها والحواسيب المركزية كمثلا الحاسب الخادم لجامعة الملك خالد الكبير التي تتصل به الحواسيب الأخرى الصغيرة في الجامعة في هذه الوحدة الأولى أنهيناها ورح تكون هذه السلايدات موجودة على البلاك بورد لكي ترجعون لها وتراجعون ترون هذا الفيديو وتراجعون برضه هذه السلايدات أما في الوحدة الثانية راح نتكلم عن المعالجة والذواكر فبداية راح نتكلم عن أنظمة التشفير وهي عبارة عن جداول معروفة عالميا تمثل بيانات لرموز معينة في لغة ما فعندنا النظام الأسكي وهو نظام محدود على اللغة الإنجليزية مع بعض الرموز بيانات في الجهاز تمثل عن طريق وحدة صغيرة في الحاسب تسمى البت وهي عبارة عن صفر أو واحد وأيضاً عندنا وحدة أخرى تسمى البايت وهي تتكون من ثمانية بيت أو من ثمانية أرقام صفر وواحد كذلك عندنا الكيلو بايت والميجا بايت والجيجا بايت وهذه وحدات قياس زيها زي مثلاً المتر والكيلو متر والأشياء هذه فالكيلو بايت يكون فيه 1024 بايت وكل مرة تطلع إلى وحدة قياس أكبر تأخذ 1024 نفس القيمة لا تتغير فالميجا بايت فيه 1024 كيلو بايت وهكذا قبل ما نتكلم في الدواكر وكيف نمثل بيانات لازم نعرف إيش أنواع البيانات كيف ممكن تكون البيانات ما هو لازم تكون نصوص فقط قد تكون أرقام صور صوت أو فيديو كذلك أحياناً نسمع عن مصطلح المالتي ميديا وهو عبارة عن مجموعة من البيانات كمجموعة أرقام مع نصوص مع صور مع صوت مع فيديو فهذه يسمونها المالتي ميديا طبعاً فيه نظام برضاً للتشفير البيانات يسمى نظام اليوني كود وهو نظام تشفير عالمي يستخدم لتمثيل البيانات النصية بأي لغة كانت مكتوبة ويستخدم 16 بت كذلك الاسكي ما تكلمت عنه يستخدم 7 بت واليوني كود مجالة أوسع فيستخدم 16 بت فيضم عدد كبير من اللغات تشفير الرموز فيها وتشفير الحروف والأرقام حقتها الخاصة باللغات الأخرى بالنسبة للصور كيف يتم تشفيرها عندنا نوعين عندنا الفيكتور اللي هو عبارة عن مصفوفة وعندنا البت ماب وهو عبارة عن مصفوفة متعددة الأبعاد أو ممكن نقول جدول كجدول فيه صفوف وفيه أعمدة أيضا تشفير الصوت والفيديو تشفر عن طريق ستاندردز أو أشياء عالمية معروفة زي الـ MP3 والفيديو قد يستخدم ستاندرد آخر زي الـ MPEG3 وهذه المسميات والمصطلحات راح تكون موجودة في السلايدات على البلاك بورد وينبغي إنك تعرفها بالاسم بعد ذلك راح أنتقل وأتكلم عن أنظمة الأرقام لأن الحاسب الآلي يتعامل مع بيانات وهذه البيانات كلها تتحول إلى أرقام فعندنا النظام العشري وعندنا النظام الثنائي وعندنا النظام الثماني وعندنا النظام الست عشري أو السادس عشري النظام الوحيد اللي يفهمه المعالج هو نظاء النظام الثنائي الصفر والواحد والصفر يعني طف والواحد يعني شغل طبعا تستخدم الأنظمة الأخرى مع النظام الثنائي لتسهيل العمليات على المستخدمين المحترفين للحاسب الآلي ولتسهيل تحليل الأنظمة ولكن النظام الثنائي هو النظام الوحيد اللي يفهم المعالج وهو يسمونه أحيانا النظام أو لغة الآلة في السلايدات برضا كيف تحول من نظام إلى نظام راح نركز فقط على نظامين اللي هي النظام الثنائي والنظام العشري كيف يتم التحويلات فيما بينهم فعندك عدد عشري كيف تحوله إلى ثنائي وعندك ثنائي كيف تحوله إلى عشري فالنظام الثنائي راح أتكلم عنها فيما بعد لأن عملية التحويل هذه تحتاج بعض العمليات الرياضية وهي عمليات بسيطة جدا كل خانة في النظام الثنائي ابتداء من الخانة اليمنى تأخذ وزن معين فأول خانة في النظام الثنائي نعطيها الوزن واحد وثاني خانة تعطى الوزن اثنين وثالث خانة تعطى الوزن أربعة ويتم تدبيل الوزن كل مرة تمشي خانة فنقول بداية لو عندي مثلا نظام ثنائي واحد 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 فراح يكون الوزن واحد اثنين اربعة ثمانية تتم عملية حسابية مبسطة لتحويل هذا النظام الثنائي الى عشري وسيتم شرحها في محاضرات اخرى باذن الله كذلك نقدر نحول من نظام عشري الى ثنائي ويكون هذا عن طريق القسمة واخذ ناتج القسمة وناتج القسمة هذا رح يكون هو العدد الثنائي فنلاحظ هنا في النظام الثنائي عندنا هذا العدد صفر واحد صفر واحد صفر واحد وهذه الاوزان واحد اثنين اربعة ثمانية ستاعش اثنين وثلاثين اربعة وستين تلاحظون كل مرة ان ندبل العد الآن نضرب الرقم الثنائي في الوزن بالشكل هذا واحد ضرب واحد بواحد زائد صفر ضرب اثنين بصفر زائد واحد ضرب اربعة باربعة زائد واحد ضرب ثمانية بثمانية وهكذا الى نهاية العدد الثنائي مجموع الاعداد يعطينها العدد العشري هذا بالنسبة لتحويل النظام الثنائي الى العشري واما العكس فيكون عن طريق القسمة للعدد العشري على اثنين لاننا نبغى نحوله الى نظام ثنائي فنقسم على اثنين فلو كان عندي العدد خمسة واربعين هذا ابغى حوله الى الثنائي كم يكون شكله او كيف يكون شكله في النظام الثنائي فنقسم الخمسة واربعين على اثنين الناتج اثنين وعشرين والباقي واحد لما تضرب اثنين وعشرين في اثنين يعطيك اربعة واربعين فخمسة واربعين ناقص اربعة واربعين الباقي هنا واحد ثم تكمل عملية القسمة اثنين وعشرين اللي هو ناتج القسمة اللي راحت على اثنين الناتج باحداش والباقي صفر ثم ناخذ الاحداعش ونقسمها على اثنين الناتج خمسة والباقي واحد لان اثنين في خمسة بعشرة عشان تصير احداعش نحتاج عدد واحد وهكذا الى ان نصل الى العدد واحد نقسم الواحد على اثنين فيكون الناتج صفر على طول لما يكون الناتج صفر راح توقف القسمة على طول والعدد الباقي اللي هنا هو العدد الثنائي للخمسة واربعين كذا نكون انتهينا من الانظمة النظام العشري والثنائي طيب الحاسب الآلي هذا نريد نرى ما الوحدة الرئيسية فيه واللي يتم تشغيل الاجهزة والمعدات عن طريقها الوحدة هذه أو اللوحة هذه تسمى اللوحة الام وهي مسمى بهذا الاسم لانها تضم اغلب كل المعدات التي تشغل الحاسب ومتصلة مع بعضها البعض في هذه اللوحة عندنا مجموعة من الاشياء اهم شيء موجود على هذه اللوحة اللي هو المعالج أو وحدة المعالجة المركزية وهذا يعتبر تقريبا مثل القلب في الإنسان أو ممكن للعقل في الإنسان فبحدة المعالجة المركزية عن طريقة يتم معالجة كل البيانات طبعا هذه المعالجات أو الوحدات المعالجة المركزية قد تكون وحدة واحدة فيها معالجين أو يسمون أحيانا وحدة حسابية فقد يكون المعالج هذا فيه أكثر من وحدة حسابية وقد يكون فيه أكثر من معالج في كل معالج عدد ما من الوحدات الحسابية وهذا المعالج يكون أقوى وأسرع في التنفيذ فإذا تذكرون تكلمنا عن الحواسيب العملاقة المعالجات في هذه الحواسيب العملاقة تتعدى الآلاف أعتقد أن الحاسب الذي في جامعة الملك عبد الله المعالجات التي فيه تتعدى 32 ألف معالج فلكنك تتخيل مقدار القوة قوة المعالجة التي يمكن يستخدمها هذا المعالج راح تشوفون في السلايدات مسميات للمعالجات وهذه المسميات لا تحتاج أنك تعرف لغة انجليزية لكي تفهمها مهمة ضرورية جدا لما تريد أن تعرف إيش نوع المعالج هذا زي مثلا مسمى Intel Core 2 Quad معناته أن هذا معالج فيه نواتين أو معالجين في كل معالج وحدتين حسابية ف Quad معناته أربعة معالجات أي أن معالجين في كل معالج وحدتين تحسبها تصير أربعة وفيه معالجات تكون أحيانا أكبر وأقل من هذا العدد هذه بالنسبة للمعالج الموجود على لوحة الأم قلنا هو أهم مكون موجود على لوحة الأم عندنا مكونات أخرى وهي الحاجة الثانية في الأهمية بعد المعالج وهي الذاكرة وهذه الذاكرة يتم حفظ البيانات فيها وتعليمات البرامج أثناء تشغيل هذه البرامج فمثلا شغلت برنامج معالجة نصوص مثلا المايكروسوفت بورد هنا بيانات هذا البرنامج وتعليمات البرنامج تكون موجودة في هذه الذاكرة هذه الذاكرة تسمى ذاكرة الوصول العشوائي أو الرام وهي ذاكرة متطايرة أي أنها تفقد جميع محتوياتها عند إيقاف الحاسب الآلي ولا بأس في ذلك وهذا هو عملها أصلا طبعا الذواكر أحجامها تختلف ذراح تكون أحجامها مثلا على الأوزان التي تذكرونها في النظام الثنائي مثلا زي واحد أو اثنين أو أربعة أو ثمانية واحد جيجا ثنين جيجا أربعة جيجا ثمانية جيجا ما في ذاكرة بيكون مجموعها ثلاثة جيجا إلا إذا كانت ذاكرتين مدمجتين وحدة واحد والثانية اثنين فممكن المجموع الكل يكون ثلاثة طبعا فيه نوع من الذواكر في داخل المعالج المعالج يحتاجها عشان عملية الآداء تكون أسرع لأن المعالج يعالج البيانات فبدل ما يروح للذاكرة عشان يأخذ البيانات تكون البيانات اللي يحتاجها موجود في هذه الذواكر وحيانا تسمى الريجستر أو المسجلات أيضا فيه ذاكرة أخرى تسمى ذاكرة القراءة فقط وهذه على اسمها لا تستطيع التعديل على بياناتها فقط المعالج يستطيع أن يقرأ منها فقط لا غيره لا يستطيع المعالج أن يعدل في هذه البيانات لموجودة على ذاكرة القراءة وهذه تسمى ROM ROM read only memory في أيضا عندنا ذواكر مثل ذاكرة الفلاش وهذه الذواكر هي من أنواع الذواكر غير المتطايرة بمعنى أن البيانات اللي تخزنها عليها أو الملفات لا تروح ما تروح من هذه الذاكرة بعد ما تصطفي هذا الفلاش أو يتم فصله عن الكمبيوتر فتبقى البيانات في هذا الفلاش ذاكرة الفلاش هذا كل شيء للوحدة الأخرى الثانية تكلمنا فيها عن أنظمة التشفير وأيضا تكلمنا عن تمثيل البيانات في الحاسب سواء كانت نصوص أو صور أو صوت أو فيديو ثم تطرقنا إلى الأنظمة الرقمية كالنظام العشري والثنائي والثماني والسادس عشري وقلنا النظام الثنائي هو النظام الذي يفهم الحاسب الآلي ونحتاج الأنظمة الأخرى لتسهيل العمليات على محللي الأنظمة ببرمجين والمحترفين ثم بعد ذلك تكلمنا عن كيف تحول من نظام عشري إلى ثنائي والعكس وهناك عملية حسابية وجودة سهلة وبسيطة ثم بعد ذلك تكلمنا عن اللوحة الأم وقلنا هي اللوحة الرئيسية التي أغلب مكونات الحاسب تكون عليها وتكون مرتبطة بعضها البعض ومن أهم المكونات فيها وحدة المعالجة المركزية والذواكر سواء كانت عشوائية متطائرة غير متطائرة ثم أخيرا تكلمنا عن ذاكرة الفلاش ذاكرة الفلاش هذه ما هي لازم تكون على اللوحة الأم قد تكون مستقلة عن اللوحة الأم وهي ذاكرة الفلاش العادي أو اليو اس بي زي ما يسمونها بعض الناس وهي من أنواع الذواكر غير المتطائرة أي أن البيانات لا يتم مسعها حتى بعد إيقافها هذا بالنسبة لدرس اليوم أتمنى لكم التوفيق والنجاح والله يعطيكم العافية شباب والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا